التنوع اللي تكلمنا عنه والاستاذ مصطفى الحقيقة كان يعني ظاهره بشكل كبير جدا في 2021 والأسباب كتير نتكلمنا عنها كان شفنا التاريخي وشفنا السير الزاتي وشفنا النفسي وشفنا الخيالي يعني شفنا حاجات كتير جدا ليها علاقة أدب الرعب وشفنا حاجات كتير جدا ليها علاقة بالتنوع اللي كنا بنتكلم عنه أكتر الأنواع اللي حضرتك حاسس أن كان فيه إقبال شديدة عليها في 2021 والله هو يعني أنا لسه كنتم أعمل حتى يعني تحليل مضمون للأكثر مبيعا دور النشر الرسمية والخاصة في معرض القاهرة الدولي الكتاب لا وفيه إنتاج يعني والسنة دي فيه كتب في مصر صدرت حلوة يعني وفيه حاجات فيها كمان لسه هنقدر يتعمل عليها فوكس أكتر يعني فيه في أدب الرحلات مثلا هنلاقي كل مدن أحلام شهر جرج الشكري ده كتاب جميل ومهم جدا يعني فيه حاجات فيه حاجات انتاجات وفيها تنوع بس اللي أنا يعني استوقفني في كلام حضرتك أنه نحن الجزئية الخاصة بموضوع تحليل طبيعة القراءة واللي حصل للسنة دي والسنة اللي فات أنا بصراحة أنا يعني أنا ليه حتى حاجة كتبتها عن فكرة إعادة ترتيب البيت من الداخل إن هو الوباء ادانا خطوة الوراء فالخطوة الوراء دي خلتنا ممكن نحاول نحن نتعلم أكتر ردتنا وقت أكتر بسبب الإجراءات الاحترازية بس هل هي ساعدت إيجابيا على تحسين عادات القراءة في الفترة دي يعني أنا مقدرش أجزم يعني أنا كان فيه حوار كنت عملته مع أستاذنا محمد سلماوي من حوالي يعني في نص أزمة الوباء ممكن بداية العام أو آخر السنة اللي فاتت في عيد ميلاده الـ 75 وهو قال لي أن الفترة دي قال لي أنا مش عارف أقر يعني حكاية أن أنا أقرى جباري أن أنا قاعد في البيت دي وبتاعة دا ما خلتنيش برضو قادر أن أنا أعمل كده وأتفاعل أنا على فكرة حتى أنا على المستوى الشخصي يعني الفترات أنا دايما بادوس يعني بادوس الوقت ده يمكن كان فيه متابعات أكتر لإنتاجات درامية أكتر بالنسبة لي بصراحة من القراءة ربما ده بسبب مش عارف ربما يمكن إحساس فكرة أنك أنت قاعد إكباري أو مضطر أنك أنت هتتعامل مع الوقت ده لكن أنا كان فيه حاجات إنتاجات مهمة الإنتاجات المصرية على المستوى الأدب والسيرة عندنا حاجات قوية جدا الدكتور محمد المخزنجي صدر له إنتاج إبداعي جديد السنة دي دي حاجة مهمة إبداعات الأسادزة للدكتور حاتم حافظ وأحمد الفخراني طرق إمام كلها كانت إنتاجات مهمة وجود اتنين منافسين مصريين في جهازة شيخ زايد أستاذ عسد الأمحاوي الغربوي ده برضو تعزيز لده وطبعا فيه حاجات كتير فيه أحداث مهمة وإنتاجات مهمة على فكرة أرقام المبيعات الخاصة بدور النشر الرسمية الحكومية في معرض قرارة دول الكتاب رغم صعوبة الدورة دي يعني بحي حياة وزارة الثقافة وبحياة الكتاب على المجهود أنهم معرفوا يطلعوا دورة كده في الظروف دي الأرقام فيها لها دلالات أكيد آه لها دلالات واختيارات المصريين على فكرة يعني إحنا دلوقتي زعلانين للناس بعض الناس زعلانا أن إحنا دلوقتي وإحنا تحليل مجنون نشوف حصاد العام أن فيه بعض حاجات في الأكثر بحثا على جوجل في مصر ممكن تكون مش مزات مستوى أو مزات قيمة لكن في الحقيقة في الدائرة الثقافية أنا بقول للناس أنه رغم حتى محاولات الخداع على السوشيال ميديا وأساليب التسويل الإلكتروني لأ فيه حاجات كويسة طبعا إسلام وهبان كان موجود طبعا ذكر نعم معات القراءة هم بيعملوا دي ظاهرة مهمة جدا الشباب اللي بيلم نفسه ده وبيعملوا دواير ونقاشات مهمة جدا ده أكيد فات كتير طبعا الصناعة بشكل عام